ازاي ايكو حباب قلبي يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض اللمون المعصفر في البيت مكونات سهلة وبسيطة وهقولكو كمان في الفيديو على المكونات البديلة والمكونات الاساسية اللي مفيش غنى عنها والمكونات اللي ممكن ايه نستغنى عنه انا معايا هنا 8 كيلو من العصفر وتمني كيلو من حبة البركة 8 كيلو هيجيبه معايا كمية كبيرة لانه هو خفيف في الوزن ومعايا كمان هارست الشطة اللي عملناها مع بعض قبل كده وهنسيب لكم اللينك في صندوق الوصف احتاج نص كبيرة واحتاج جزر مبشور ربع كيلو جزر مبشور انا هستخدمه في الوصفة وحلي حبة كده افرته في الورطمان من تحت قبل ما حط العصفر احتاج كمان كرفس عدين 3 بس متقطعين كده واحتاج عصير اللمون انا عصرت نص كيلو لمون على 5 كيلو من اللمون واللمون بتاعنا اللمون الكبير ده اللي قشره بيبقى طخين لان احنا في اللمون المعصفر بناكلش قلب بنكل القشر فلازم القشر يبقى ايه ساميك شوية كده وتكون اللمونة نعمة ونختار يا ريت اللمونة الصفرة يعني اول لميلة بالصفرة ملاش الخضر قوي او المغدرة جامد تمام معانا سكر ومعانا ملح ومعانا زيت زتون وكمان قشر اللمون اللي احنا عصرناه مش هنرميه هنحتاجه واخيرا وليس اخرا معانا فصين من التمو هكتب لكم المكونات بالضبط والمقادير في صندوق الوصف هجيب بولة كبيرة وحط فيها المكونات الاساسية بتاعتنا اللي هنحتاجها اللي حشو ايه اللمون المعصفر اول حاجة هنحتاج حبط البركة والعصفر وعليهم الشطة والجزر دول اساسي يا جماعة مفيش غينة عنهم تمام هسيب كده حاجات بسيطة ضمن البشر زي ما قلتلكم بشر الجزر عشان هفرده في القاع البرتمان بعد كده اللمون بتاعي انا هشققه اربع تربع ومش هفتحه للاخر يعني هخلي كده ايه اه حاجات بسيطة كده تحت بحيس ان الحشوة ما تخرجش او ما يتقسمش نصين يعني انا هقسمه اربع تربع بتدي احشيه وحشيه كمية محترمة علشان اللمون بيبقى مر والعصفر بيشير المرارة بتاعته لما نحشي حشبة محترمة فيه يعني فمش هنحسي بمزازة خالص وحنا بنكله هنفتح عليه ان شاء الله في رمضان انا مش سلقه ولا اي حاجة تمام هحشي الكمية بتاعتي كلها وخلصتها وبعد كده هاخد البرتمان بتاعي اكون اول حاجة معقامه يعني غسله كويس وبعد كده حطه في نص كباية خل ورجها كويسة وبعد كده مصفية وسيبه في الشمس ينشف تماما ده كده يبقى انت عقمت البرتمان بتاعي ويسلم له برتمان ازاز بقى بس انا للأسف الكمية اللي هعملها كمية كبيرة ومش متوفرة عندي البرتمان الازاز دلوقتي فالبلاستيك يقضي بالغرض يعني هجيبه وهفرد فيه الجزر اللي احنا ركلناه على جنب كده من شوية وهبتدي ان انا رصت اللمون واحدة واحدة اللمون خلي يوشه الفوق يعني الحشوة الفوق متخلهاش لتحت تمام؟ وكل فترة كده كل ما تحطي 15-20 اللمونة بتكبسي عليهم بيدي الجامد بحيث انك تضغطين هوريكو كده معيه في الفيديو واحدة واحدة اهم حاجة نصلى على النبي ونشترك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وننساش اللايك يا جماعة زي ما انتوا شايفين انا هنا بكبس اللمون ولما تخلص الكمية بتاعتك كلها هتسيبي حوالي 5 سنتي مفوق عشان تعرفي تحط القشر بتاع اللمون اللي احنا عصرناه قشر اللمون ده مفيد جدا لكل حاجة يعني اللي بيحصل له ريم وكمان اللو اللي قدر اللي حصل لهم بتشيل الطبقة اللي هي بتاعت القشر اللمون ده واللي فوق بيبقى زلفل بعد كده بتحطي عصير اللمون اللي عندنا اللي هي الكوباية ونص وبتحطي كمان الكرافس بتاعنا وحاجات بسيطة ومن زيت الزتون طب لسه هنحط زلفل زتون كمان وطبعا المحلول ده انا عملته معاكم برح في اللمون التفاحي او اللمون التفاحي يعني زي ما بتسموه واختبرته كمان بالبيضة فممكن اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف هتحطي هتغطي القشر اللمون كمان ولكن هتسيبي حوالي سنتي كده علشان اللمون اللي عندنا لسه هينزل مياه ويتمدد فبالتالي ما ينزلش مياه على الرخامة بتاعتك او ما ينزلش الزيت اللي هنحطه تلوقتي لان خسارة طبعا يا جماعة في الاخر بقى خالص هحط زيت الزتون ثلاثة اربع معالي بكتيره وبعد كده هحط سوري هحط التوم بتاعنا التوم يا جماعة انا نسيت احطه اصلا في الفيديو بعد كده فتحت البرطمان وحطي طلون شايفيني التوم جنب الملح بعد كده هتقفلي عليه بايه كيس تلاجة استريتش لو عندك اي حاجة المهم من كيس تمام بعد كده قفلي كويس جدا واتميلي البرطمان يمين وشمال علشان خاطر اللمون عصير اللمون اللي احنا حطناه يمتازج معاكل وبالفها اشتركوا في القناة